نروح لموضوع تاني ونستغربش لما بنلاقي انه فيه او من اهتمامات المصريين اليومية على السوشل ميديا وما يحدث في فلسطين وده بقى خلاص بقى طبيعي وبالعكس ممكن يكون اللي مش طبيعي هو عدم الاهتمام تحديدا الوضع في مدينة رفح الفلسطينية اللي انتقل لها الناس باعتبارها المكان الاقل خرابا لكن الوضع اتغير وبقتها مركز العمليات الاسرائيلية وزي ما هو واضح هيكون واضح قدامنا دلوقتي آليات الاحتلال موجودة في محيط تلة زارب ومنطقة العبد وموجودة في داخل الداخل رفح الفلسطينية بنتكلم عن خلال الساعات اللي فاتت خلال بس الاربعة وعشرين ساعات اللي فاتت انه فيه خمس مجازر جديدة بنتكلم عن تلاتة وخمسين شهيد بنتكلم عن تلتمية سبعة وخمسين مصاب دي الارقام المعلنة يعني ما انا عرفش او حتى هذه اللاحظة ما انا عرفش بعد كده وصلت لفين محتاجين تموتوا كمان الشهوة عالية عندكم انا عارفة محتاجين تموتوا كمان لانه ده الواضح انه فيه ارقام بتزيد بالرغم من انه حتى الحكومة الاسرائيلية تقول ده خطأ ده مش خطأ لكن اه دي الصور ادي الصورة قدام حضراتكم والجنود بيستمتعوا بالسواريخ اللي بيتم او بالقضائف اللي بيتم اطلقها على المواطنين العزل المسالمين اهي الشائز صورة قدام حضراتكم دي دي السفيرة الامريكية نيكي هيلي وهي كتبت جملة اقضوا عليهم مكتوبة على قضيفة مدفعياء اسرائيلية خلال زيارة اسرائيل وادي الجملة اللي مكتوبة اللي سيادة السفيرة كتبتها على القضيفة وده خلال زي ما بقول حضراتكم لخلال زيارة لاسرائيل نروح لزاوية تانية وزاوية امل شوية او من الزاوية اللي احنا نقدر عليها من الحاجات الايجابية على السوشال ميديا اليومين اللي فاتوا كان فيه صورة انتشرت وهي صورة تضامنية اتعملت بواسطة الزكاء الاصطناعي مكتوب عليها eyes on rafah كل العيون على رفح وصل انتشار الصورة الاكتر من 44 مليون شخص والمشاركات بترتفع لهذه الصورة كل ساعة ده الشيء او دي الحاجة اللي في ادينا لان احنا ما بنقدرش نروح نكتب على القضائف زي السفيرة الامريكية يعني تقدر تقول ان شعوب العالم مع الانسانية ومع الرحمة بشعب الفلسطيني فامتى كمان الحكومات تنطفد وتكون مع الشعب الفلسطيني مش عارفين لان احنا زهقنا من الكلام وزهقنا من الصور اللي احنا يعني بنحاول ان احنا بس ننفس عن غضبنا فيها عاوزين افعال عاوزين نتيجة عاوزين الحرب توقف دي كلها امنياتنا امنياتنا ان مجلس الامن الدولي يصوت النهاردة على مشروع قرار لوقف العدوان الاسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وما يصطدمش كالعادة بالفيتو الامريكي اشتركوا في القناة